نتكلم حكي كتيرا النهاردة طبعا بس أبرزهم طبعا المباراة الكبيرة اللي هتجمع الزمالك بكرة مع فريق النصر السعودي مواجهة حاسمة للزمالك للسعود للدور القادم في المطولة العربية شايف المباراة دي ازاي؟ شايف الزمالك هشتغل ازاي؟ شايف النصر كمان؟ ازاي الزمالك يعرف يتعامل معا خلينا أبدأ لك من مباراة الشباب والامتقادات الكبيرة اللي كانت على أثوريو سبحان الله احنا كنا نتكلم من أثوريو راجل إلى حد بعيد جدا غير واقعي راجل بقواقات كتير بيندفع هجوميا عنده مشكلة في التزام التكتيكي والأدوار اللي بتحط في وسط الملاب الراجل لما غير ده قال أداء كان متوازن والناس لازم تحط في الاعتبار فيه فرق كواليتي كبير جدا ما بين الزمالك والشباب فرق كواليتي كبير جدا ما بين الزمالك والنصر السعودي ده لا يقلل أبدا من الزمالك لكن هم نتكلم على حالة بنتكلم على كواليتي لعبين موجودين بنتكلم على أسماء كبيرة جدا موجودة تحديدا في النصر رما نروح لمباراة النصر ففي مباراة الشباب الراجل عمل اللي احنا كنا بنطالبه به إلعب بالعيب هولدر في وسط الملعب أو باتنين في وسط الملعب علشان تقدر تقلل من الجاب بتاع الفرق تعمل الكثافة العددية في وسط الملعب فتحسن من الارتداد بتاعك آه ده أثر شوية زي ما أنت كنت بتقول ليلة مباراة الشباب يا كريم على أنه ده أثر شوية على الجزء الهجومي ما طبيعي يأثر على الجزء الهجومي لأنه أنا تاني لما أدخل مباراة لما حبي يندفع وهقرلك ما بين الشكل اللي لعب به أمام النادي الأهلي فيه الدور المباراة الأخيرة اللي كان فيها اكتساح للنادي الأهلي كان فيه تحسن في الشوت الثاني نوعا ما لما لعب بولدر واحد في وسط الملعب لكن هو لما لعب باتنين بدونجا وعمر السيسي في وسط الملعب ما بتكلمش هنا على كوالتيج دونجا وعمر السيسي ولا بتكلم على الإيجادة بتكلم على الكتافة العددية والقدر على أداء واجبات معينة دي مراكزهم فهم قادرين على تنفيذ الواجبات دي فده اللي عمله سوري في مباراة الشباب المفروض يعمله بشكل أكبر حتى لو كانت الناس بتنتقد ده يعمله بشكل أكبر أمام النصر الفوارئ كبيرة جداً جداً أمور صعبة جداً الزمالك مقدموش حلول غير المكسب الزمالك محتاج يكسب النصر النصر حتى هذه اللحظة خلي بالك ونقطة الناس تحطها ما بين خسين فرق الدوري السعودي بالكامل دلوقتي لسه في الـ بري سيزن لسه الزمالك والأهلي وكل فرق المصرية في النشال سيزن فالمفروض انت في أحسن حال الفرق السعودية لسه بتقول بسم الله لسه بتقيم في الـ بري سيزن لسه باقي أسبوعين على بداية الدوري السعودي النصر يعتبر هو الوحيد اللي أكمل خلاص تعقضاته بعكس الشباب خلي بالك وده صعوبة المباراة الشباب كان عنده أربع محترفين آه منهم محترف كان منضم أوليها بتلاتة يام كويلار في وسط الملعب يعني بتكلم على تلاتة لعيبة بس أجانب هم اللي كانوا موجودين في الفرقة الحارس وبتكلم على ياجو سانتوس الـ سنتر باك في الشباب وكويلار وانت بتتكلم على بنيجا بلعب جنب واللعاب الخبرة وكابتن الفرقة واللعاب اللي موجود بقاله فترة بعكس النصر النصر عنده رونالدو عنده تاليسكا اتنين لعيبة موجودين من السيزن اللي فات فمش أتكلم حتى في انسجام ولكن عندهم لعيب وعندهم فوفانا عندهم لسه اتنين لعيبة جداد بقى مش محتاجين كوفوفانا وبروزوبيتش في وسط الملعب بتتكلم على وسط ملعب مرعب غير دول كمان في اللعيبة السعوديين نفسهم اللي عمل أسست الهدف الأول لتاليسكا في مباراة المنستير فانت بتتكلم على مش بس اللاعبين الأجانب ومعندهم ست سبع أجانب ده غير سعدي وماني اللي في الغالب مش إلحة المباراة يعني لكن بنتكلم على زخم من اللاعبين وعدد من اللاعبين لاقي الفوارق كبيرة اللي عمل أسوريه أمام الشباب هو كان الصح ولازم يلتزم به مع بعض التعديلات الفنية المتعلقة ببس نحس